موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ رئيس جمهورية طاقستان بمناسبة العيد الوطني لبلده موسيقى جلسة مباحثات يمنية قطرية في الدوحة لبحث المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية موسيقى القوات المشتركة تتصدى لهجوم حثي في جبهة الأزارق بمحافظة الضالح وتكبد المليشيا خسائره في الأرواح المنعتاد موسيقى حياكم الله ومشاهدين للأفضل في كل مكان أهلا بكم إلى نشر إخباري مفصلة من قناة عدن الفضائية بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاقستان بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالس التهاني واطب التمنيات للرئيس علي رحمن بمنفر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية طاقستان التقدم والازدهار ولعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنمى أقدت جلسة مباحثات ثنائية يمنية قطرية في العاصمة الدوحة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عواظ بن مبارك ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وتبدل الجانبان النقاش حول عدد من المستجدات وتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية وأليات تعزيز العلاقة الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والدور الذي يمكن أن تقوم به قطر لإسناد جهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي كما جرى التشاور وتبادل وجهات النظر زاء تطورات الإقليمية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات في فلسطين على ضوء استمرار حرب الكهان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني والجهود القطرية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع دولة رئيس الوزراء نظيره القطري أمام مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والمسارات الحكومية الجاري العمل عليها للتعاطي مع مختلف التحديات والإصلاحات الجاري تنفيذها في إطار التوجه العام لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى جهود السلام وخالطة الطريق وتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة حول ربط التصعيد والقرصن الحوثية ضد السفن التجارية بما يجري في غزة وأسد رئيس الوزراء بمستوى العلاقات اليمنية القطرية والحرص المشترك على الدفع بها إلى أفاق رحمة من التطور والنماء وإيجاد شراكات تنموية واستثمارية في قطاعات واعدة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين منوها بالموقف القطري المساند للشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف والأحوال واستجابتها العازلة لدعم المتضررين من كوارث الأمطار التي اجتاحت عددا من المحافظات اليمنية بدوره رحب رئيس الوزراء وزير الخارجي القطري بزيارة دولة رئيس الوزراء مؤكد أن يقوف بلاده الدائم لجانب اليمن وشعبها وحرصها على توسيع وطر الشراكة مع الحكومة اليمنية حضر جلسة المباحثات سفير بلادنا لدى دولة قطر راجح بادي ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أليس بحارثة ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان استقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عوض بالمبارك بمقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحاق هادة صندوق قطر للتنمية براسة مدير عام صندوق باللئنب سلطان العسيري وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون مع صندوق قطر للتنمية في الجوانب التنمية والخدمية والإنسانية واليات التدخلات النوعية المطلوبة خلال الفترة القادمة بما يتواءم مع أولويات الحكومة خاصة في مجال الكهرباء إضافة إلى المشاريع لجاري تنفيذها واليات التنسيق مع الحكومة لتحديد الاحتياجات القطاعية ذات الأولوية للدعم العاجل بما في ذلك دعم برامج التكييف مع التغيرات المناخية وطلع دولة رئيس الوزراء من مدير عام صندوق قطر للتنمية على خطط الصندوق في تحديد مجالات الدعم ذات الأولوية في اليمن وإلى اهتمام خاص بإسناد جهود زيارة القدرات الانتاجية من الكهرباء بالاعتماد على البداء الأقل كلفة وأشهد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالجهود والحص الذي يبديه صندوق قطر للتنمية على تنفيذ عدد من المشاريع في المجالات ذات الأولوية والتي لها أثر مباشر في إسناد جهود الحكمة لتحسين معيشة المواطنين وتطرق الرئيس الوزراء لتوجه الحكمة لتنشيط الاستفادة من القطاعات الاقتصادية والثروات المعدنية الواعدة لبناء شراكات استثمارية تحقق قيمة مضافة لارتقاء بالوضع الاقتصادي حضر اللقاء سفير بلادنا لدى دولة قطر راجح بادي ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس ألس بحارثة ومستشار رئيس الوزراء سفير مجيب تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور الشيعة الزنداني نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية زنبيا لدى بلادنا تنكان مليمة وأكد الوزير الزنداني استعداد الوزارة توفير الدعم اللازم لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين وتمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه كما أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التواصل بين البلدين وفتح قنوات التعاون الثنائي متطلعا إلى مواصلة العمل والتنسيق والتشاور على جميع الأصعدة في المحافر الدولية من جانبه أكد سفير زنبيا حرص بلاده على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية وتوطيط أواصر الصداقة مشيدا بدور رجال الأعمال اليمنيين في زنبيا حضر لقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبد القادر هذه تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل القاضي بدر العرض في العاصمة المؤقتة عدن سير الامتحانات الشفاهية لطلاب الدفع الرابع العشرين بالمعهد العالي للقضاء واطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل على الاستعدادات التي تمت لإجراء هذه الامتحانات في المعهد العالي للقضاء والذي تم تجهيزه بالوسائل التعليمية لتلبية الاحتياجات اللازمة لمتطلبات العملية التعليمية كما استمع إلى شرح مفصل من عميد المعهد العالي للقضاء القاضي نضار شيخ حول المستوى العلمي للطلاب والانضباط الذي يتحلون به وأشهد رئيس مجلس القضاء الأعلى بجهود وزارة العدل في تطوير البنية التحتية للسلطة القضائية وتوفير كافة الامكانات المتاحة والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية مؤكدا على همية الاهتمام بمخرجات المعهد وتزويد الساحة القضائية بكفاءة قانونية عالية من جانبه يقدى وزير العدل على أهمية الدور الذي يؤديه المعهد العالي للقضاء في بناء الكادر القضائي للشباب وشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمعهد العالي للقضاء وتحديثه بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع القضائي بحث وزير التخطيط والتعاون الدولية دكتور رواعد باذيب بالعصمة المؤقتة عدل مع منسق الشؤون الإنسانية لأمم المتحدة في اليمن جوليان هاريس سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترخ بين الحكومة والأمم المتحدة في إطار التوجهات والأولويات الإنسانية والإغاثية والتنموية وتطور اللقاء الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولية دكتور رزربا صهيب ووكلاء الوزارة لقطاع المشاريع المهندسة ووزير الشرماني وقطاع التعاون الدولية عمر عبد العزيز ولوكل مساعد منصور زيد جهود الأمم المتحدة لدعم المشاريع الإنسانية والتنموية الشاملة لتحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية وسبل التوازن بين العمل الإغاثي والتنمية إضافة إلى وضع المختطفين والمعتقلين من العاملين بالأمم المتحدة من قبل الميليشيا الحوثية وكيفية تحديد عدد النازحين وآليات التتابع للنزوح وأوجه التغلب على الصعوبات لاستمرار تدفق المساعدات من الجهات المانحة وخلال لقاء شهد الوزير باديب بدور الأمم المتحدة واستمرارها في تقديم المساعدات وتدفقها في شتى المجالات الإنسانية والإغاثية خاصة في ظل الأزمة التي تعانيها الحكومة بسبب توقف إرادات جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لموانئ تصدير النفط والحرب الاقتصادية التي تشنها على الحكومة واستعرضا الأولويات والأهداف الأساسية التي وضعتها الحكومة والمرتبطة بتوجهات وخطط رئيسية لمواجهة مجمل التحديات التي تواجهها في الوضع الراهن والعمل على بناء الشراكة واسعة في المجتمع الإقليمي والدولي في تمويل عملية التنمية وإعادة الإعمار وتنمية القطاعات خاصة الزراعية والسمكية وأجدد الوزير باديب التأكيد على استعداد الحكومة تقديم التسهيلات الممكنة للجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن بدوره أكد المسؤول الأممي على أهمية العمل المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية واستمرار الشراكة لتعزيز مشاركة ودعم وتغفير مساعدات الإنسانية والإقاثية ودفع عجلة التنمية الشاملة في اليمن للأمام موضحا إدراك الأمم المتحدة للدور الذي تقوم به لمواجهة التحديات وحشد التنويلات مشيرا إلى جاهزية المانحين لتقديم الدعم للحكومة وفق أولويات الاحتياجات والرؤى والخطط التطويرية المرفوعة من القطاعات الحيوية ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة احتياجات تعديل قيام رسوم الصناديق خلال اجتماعها في العاصمة الموقعة تعدا برئيس وزير المالية رئيس اللجنة سالم بن بريك حزمة من الرؤى والمقترحات المناسبة لتعديل قيام رسوم الصناديق وجرى خلال اجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري وثروة السمكية سالم السقطري ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري والأمن العام المساعد لرأسة الوزراء عزيز ناشر وعددا من وكلاء وزراء المالية والمعليقين في الجهات المختصة التطرق لدراسة مراجعة قيام رسوم السلع والخدمات المقرة للصناديق العاملة والإيرادات السنوية المحصلة لها وتقديم مقترح بالقيم الرسوم لإعادة توزيعها بما يلبي احتياجات أنشطتها في المجالات المحددة لها بالأوضاع الراهنة كما تطرق المشاركون في الاجتماع لتنظيم إدارة واستخدام الصناديق لمواردها بإقرار الموازنات السنوية وتقديم حساباتها الختامية وأكدين على أهمية مراجعة أوضاع الصناديق والرقابة عليها وضرورة التركيز على توريد إيرادات الصناديق وتصويب الأوعية والالتزام بتوريد النسبة المقررة قانونا لإصالح الوحدات المحلية افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل تدريبية خاصة بتعزيز إدارة مخاطر الكوارث الشاملة في اليمن تحت شعار معالجة الضعف وبناء الصمود المزيد من التفاصيل في تقرير زميل محمد عبدالله غالب دشنت وزارة المياه والبيئة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل والبرنامج التدريبية الخاص بتعزيز إدارة مخاطر الكوارث الشاملة في اليمن ويفتح الورشة أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على ضرورة الاهتمام بوضع المعالجات المناسبة لتفادي الكوارث المفاجئة التي تكلف الدولة والمواطنين الخسائر المادية في البنية التحتية والخدمية لكافة الخدمات بالتعاون مع المنظمة العربية والمنظمات الدولية للحد من مخاطر الكوارث بوضع خطة عمل ولقنة مشكلة لذلك تنعقد هذه الورشة اليوم في إطار القهود التي تقوم بها الحكومة من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية كما تلاحظون هناك ارتفاع في وطيرة الكوارث الطبيعية التي تضرب بلادنا بين حين وآخر ولا سيما في الفترة الأخيرة من العاصير والفيضانات وكذلك الدومات المدارية التي ضربت المناطق الشرقية والقنوبية من بلادنا خلال السنوات الماضية ولازلت مستمرة العاصير الشديدة الرياح إلى آخره هذه مشكلة كبيرة وبلادنا منضمها منذ العام 2015 ومن إطار سندهي لحد من خاطر الكوارث اليوم تعقد هذه الورشة لوضع خارطة طريق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ثمانية لسنة 2023 القاضي بترتيب ووضع الإطار الهيكلي والتشريعي للحد من مخاطر الكوارث وهذه اللقنة يترأسها مع الوزير التخطيط وتعاون الدولي واليوم نحن بصدد عقد هذه الورشة وعلى مدى يومين من أجل الخروج بجدول عمل تفصيلي وتعقد الورشة برعاية دولة رئيس المجلس الوزراء وحضور كافة الوزارات والجهات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وهذه الورشة التي ستتمر يومين سوف تخرج بتصور وخطة عمل للفترة القادمة للعام 2025 ومن خلال مخرجاتها المختلفة بمشاركة كافة المؤسسات المعنية بالحد من الكوارث الطبيعية لقناة عدن الفضائية محمد عبدالله غالب العاصمة الموقعة عدن شدد وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس على ضرورة وضحول العاجلة تضمان استقرار المياه في مديريات عدن وإيجاد معالجة جذرية للتجاوزات والمخالفات التي تواجهها مؤسسة المياه وأكد لملس خلال اجتماعي بمدراء مديريات خرمكسر العواس الزهري والتوهي القضي وجد الشعيبي والمعلى عبد الرحمي الجاوي ومدير مؤسسة المياه المهندس محمد بخبيرة على ضرورة التحرك الجاد ورفع وطيرة الأداء لمواجهة جميع الإشكالات التي تعيق وصول المياه للمواطنين في المديريات وشدد لملس على ضرورة أن تقوم مؤسسة المياه بدورها الفعلي لمعالجة المخالفات والتجاوزات بمختلف مواقعها تجاري حكومي وسكني محددا مهلة شهر القيام بمعالجة القضايا التي تستوجب التدخل وفي مقدمتها مخالفات الربط العشوائي وعمليات تهريب المياه وتنظيم عملية الضخ والتوزيع تسلمت بلادنا رئاسة الدورة المائة واثنين وستين لمجلس جامعة الدول العربية في اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وعرب مندوب بلادنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض الأكبر عن شكره وتقديره لمندوب جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الجامعة الحسين والسيدي رئيس الدورة السابقة على كافة الجهود التي بدلتها دولته خلال فترة رئاستها والتي جاءت في ظل ظروف استثنائية عاشتها المنطقة العربية نتيجة الحرب الإسرائيلية الظالمة على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لقد فشل مجلس الأمن الدولي في وضع حد الانتهاكات الإسرائيلية الفاشية ضد الشعب الفلسطيني رغم تزايد وعي الرأي العام العالمي الحر بأن الوقت قد حان لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب إن هذا الدورة لمجلس جامعة الدول العربية سوف تكرس بدرجة رئيسية للاتفاق على موقف عربي مشترك إزاء العدوان الصهيوني الفاشي على شعبنا الصامد في الأرض الفلسطيني المحتلة فالحقيقة الماثلة أمام الجميع اليوم هي أن شعبا محتلا أعزلا يتعرض للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي والتجويع المتعمد والتهجير وأصبح مجلس الأمن الدولي لا في بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الحرب الفاشية في غزة وفي عموم الأرض الفلسطيني المحتلة شاهد رئيس وهيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة لفريق ركون صغير من عزيز تخرج الدفع الرابع سائق من تسبيل واثنين وسبعين مشابل منطقة العسكرية السابعة دفعت الشهيد الشيخ ربيش العلي ونقل رئيس الأركان في كلمته خلال حفل للخرجين والحاضرين تحايا القيادة السياسية والعسكرية مهنئا الجميع بهذا التخرج وبحلول عياد الثورة اليمنية وأشهدها بن عزيز بمستوى الخبرات والمهارات القتالية العالية التي اكتسبها أفراد الدورة الرابعة سائقة مؤكدا أهمية التدريب والتأهيل في تعزيز موقف القوات المسلحة وتحقيق الهدف الثاني من أهدف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وهو بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها مؤكدا أن القوات المسلحة باتت اليوم أكثر قوة وصلابة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها التدميري المدعو من النظام الإيراني وقال إن هذه الدفعة أسميت بدفعة الشيخ ربيش العلي تخريدا لبطولاته ومآثره وتضحياته العظيمة في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي وتكريما للجهود المجتمعية المساندة للقوات المسلحة في المعركة الوطنية المقدسة من جانبه حيى رئيس أركان اللواء 72 مشال عقيد محمد البعوى القائمين على الدورة وجهودهم وتفانيهم في تنفيذ برنامج الدورة وإكساب الأبطال مهارات قتالية ومعرفية عالية موضحا أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة التدريب والتأهيل الخاصة باللواء وبما يواكب متطلبات المعركة الوطنية ونفذت الدفعة الرابعة السائقة خلال حفل عرضا عسكريا ومشروعا تكتيكيا قتاليا أظهر مستوى اللياقة البدنية والمهارات القتالية العالية التي اكتسبها الأبطال خلال فترة التدريب وجرى نهاية الحفل الذي حضره نائب رئيس هيئة التدريب الركن أحمد العابسي وقائد المنطقة العسكرية السابعة الركن محمد رسام المنتصر وعدد من قيادات وزارة الدفاع تكريم الأوائل من أفراد الدفعة ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة السالم الوالي في العاصمة المواقعة عدن مع القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي الترتبات الجارية للمؤتمر الترويجي للثروة المعدنية التي تمتاز بها بلادنا والمزمع نعقاده في محافظة حضرموت وأكد اللقاء على أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة التي تعد حلقة الوصل في التنسيق مع الغرف والاتحادات التجارية والصناعية المحلية والعربية والدولية لتشجيع وجذب الشركات للاستثمار والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتطرق اللقاء إلى أجه التعاون والتنسيق المشترك في إصدار التراخيص وأهمية اعتماد بسمى النشاط التجاري في السجلات التجارية الصادرة من الوزارة بحسب التراخيص الصادرة من هيئة المساحة الجنوية وفق المنطقة والإحداثيات المحددة من قبل المهندسين المختصين شهدت جبهات القتال في محافظة الضالع تجدد الاشتباكات العنفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الرهابية وأقدت مصادر ميدانية يندلع مواجهات عنيفة في جبهة الأزارق حيث تمكنت القوات المشتركة من صد هجوم حوثي غادر أسفر على المقتل عنصرين من عناصر الميليشيا الرهابية وإصابة آخرين كما تكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتادي والمعدات العسكرية وتأتي هذه المواجهات في إطار محاولات ميليشيا الحوثي المستمرة للتقدم في جبهات الضالع دون أن تتمكن من تحقيق أي تقدم قالت مصادر طبية إن ميليشيا الحوثي تتكتم عن أعداد المصابين بالسرطان في مناطق سيطرتها نتيجة إغراقها للأسواق بالمبيدات المحرمة دوليا والتي تستثمرها قيادات حوثية مع رجال أعمال مولين لها وأكشفت توثائق مسربة بالمكتب ما يسمى برئيس المجلس السياسي على المدعومة المشاطر قاما مخيفة في عدد حالات الإصابة بالسرطان وبحسب الإحصائيات التي تم الحصول عليها من أحد المراكز التخصصية فإن مديرية عنزم محافظة دمار سجلت أعلى الإصابات وتأتي محافظة بالمرتبة الأولى بين المحافظات الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي قامت بالقبض على مسؤولين محليين في المنظمات والسفارات الدولية في العاصمة المختطفة صناعة في محاولة فاشلة لتحميلهم مسؤولية فسادهم في إغراق الأسواق بالمبيدات الدولية وصلت ميليشيا الحوثي إجبار السكان بمختلف فئاتهم ومهنهم في مناطق سيطرتها القهرية على التبرع لدعم الاحتفالات بالمولد النبوي وفرضت إجراءات عقابية على من يرفض التبرع وتوعدت بمحاسبة مسؤولي المنشآت العمومية في حال عدم المشاركة وقالت المصادر أن الميليشيا فرضت جبايات على كبريات المجموعات التجارية اليمنية مثل هانس عيد نعم وشركائه وإخوان ثابت وشركة درهم ومجموعة الكابوس مبالغ كبيرة تصل إلى مليار ريال يمني وشددت ميليشيا الحوثي على مشرفية تحصيل لديها لإلزام التجار والباعة والشركات التجارية بدفع الأموال المقدرة من القادة المسؤولين عن المغارض المالية كتبوا الرعاة الاحتفال حسب طبيعة وحجم أنشطتهم وأعمالهم التجارية والخدمية كما فرضت على ملكي المباني الكبيرة والبارزة في المدن والأرياف وعلى المحل التجارية في عموم الشوارع استخدام الزيانات والأضواء الخضراء واستخدام الطلاء الأخضر في تلوين الأبواب والنوافذ ناقشها اجتماع الموسع برئاسة محافظ محافظة الحجل وأركن أحمد عبدالله التركي ملف الأراضي ومعالجة قضايا الثار في مديري تيطر الباحة والمضاربة ورأس العارة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري وفي الاجتماع الذي ضم قيادات عسكرية وأمنية وقيادة الحملة الأمنية بحضور مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمد الصويحي أكد المحافظة التركي على همية تكاتف الجهود ورص الصفوف لتوحيد الجبهة الداخلية في مديري تيطر الباحة والمضاربة والوقوف إلى جانب الحملة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار مثمنا التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الصبيحة للدفاع عن حياظ الوطن ضد المستعمر البريطاني والميليشيا الحوثية نصرة للدين والأرض والوطن وأشهد تركي بقيادة الحملة الأمنية بقيادة العميد حمد الشكري في الحفاظ على أراضي الدولة بمنطقتين الرجاع ورأس العارة من البسط العشوائي خارج إطار القانون وأقرر الاجتماع تكليف لجنتي الأراضي والثار بإعداد آلية عمل متكاملة تشمل الحلول والمقترحات والصعوبات والمعوقات إضافة إلى متابعة المطلوبين أمنيا في القضايا الجنائية وملاحقة الخلايا الحوثية المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار في الصبيحة والوطن بشكل عام كما أقرر الاجتماع تشكيل سرية عسكرية معززة عسكرية من الحملة الأمنية بقرار من رئيس اللجنة الأمنية وحافظ المحافظة مهامها حماية الأراضي في مديريتي طور الباحة والمضاربة ورأس العارة من السطو والبسط العشوائي خارج إطار القانون كما أشهد الاجتماع بموقف قبائل الصبيحة الوطني والأخلاقي المشرف في مساندتهم للحملة الأمنية والوقوف صفا واحدا تجاه نبذ الخلايا الحوثية في المنطقة التي تهدف إلى زرع الفتنة بين القبائل وتشوي سمعة الصبيحة وتاريخهم النضالي الوطني بين النخبة السياسية والمجتمعية ناقش محافظ محافظة تعزن بالشمسان مع مسؤولي آليات وقف إطلاق النار في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن دينيس التنسيق لمواجهة التحديات التي تعيق حركة المسافرين عبر طريق جولة القصر المؤدي إلى المدينة وفتح جميع الطرقات والمنافذ الرئيسية وقد المحافظ شمسان أن جميع الطرقات الرئيسة مفتوحة من جانب الحكومة الشرعية والسلطة المحلية مشيرا إلى همية دور مكتب المبعوث الأممي في التنسيق الأمني بين الحكومة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وآليات التفتيش وإزالة الألغام التي زرعتها المليشيا على جانبي الطريق وغيرها من الجوانب الأخرى وضحا همية ضمان حركة مرور السلسلة ودائمة أو ضمان مرور سلس ودائم عبر هذا الطريق الحيوي مع الترحيب بأي جهود تهدف إلى فتح طريق جديدة من الطرق التي أغلقتها مليشيا الحوثي منذ بدء الحرب كما أشار المحافظ خلال لقاء بحضور عضو اللجنة العسكرية العليا العميد أديب الشهاب ووكيل محافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري إلى حاجة المحافظة لجميع الطرق لدخول شاحنات النقل عبر الطرق التي اقترحها الجانب الحكومي خلال الفترة الماضية وهي المقترحات التي رفضتها المليشيا الحوثية في الفترة السابقة واكدا دعم السلطة المحلية للمساعي الرامية للتخفيف من معاناة المواطنين وتعيد فتح الطرق الرئيسة من جانبه أشار المسؤول الأممي إلى جهود الببذولة خلال الفترة الماضية والأصول إلى تأمين الطرق وفي آلية السلامة وفق آلية السلامة وفتح الطرقات جميعها من أجل تسهيل عبور المواطنين وسلاسة نقل السلاء والبضائع وتخفيف المعاناة للمدنيين نبقى الآن مع حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن نعود للتذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنهم موسيقى رئيس مجلس القيادة الرأسي هنو رئيس جمهورية طاقيقستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده موسيقى جلسة مباحثات يمنية قطرية في الدوحة لبحث المسجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية موسيقى القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في جبهة الأزارق بمحافظة الضالع وتكبد الميليشيا خسائر في الأباحي والعتاد موسيقى وللمزيد يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل قوات الستجرام وتليجرام وكذلك قناتنا على اليوتيوب وانتم والوطن بخير في أمان الله موسيقى